ناخد الاستاذة هالة معنا اهلا بك يا استاذة هالة. طيب يا شيخ. لو سمعت انا اختي اه جزهة ما بيشتغلش خالص. اتبال حددك. الواخد باقي. وهي الايمة بالبيت كله. طيب. فمش عاد في النعم معاقي دوت. ما بيشتغلش بمزاجه ولا مش لاقي شغل. لا اه هو عند وضعه خمسين سنة بس ممكن يشتغل. راح اشتغل في اه يعني يشتغل في شغل مشاريع وكده. ومشاريع خالصت. فهو مستنى في مشاريع ما تنزل تاني. فهو بدوقتي بيقوله سنة عند اربعة وخمسين سنة. بقى له قدي ما بيشتغلش يا استاذة هالة. ده بقى له السنين من عمر اولاده. وعنده عامة. وسكدته عليه الفترة دي كلها ليه يعني? ما عشان بيتي بقى كويس ما. طب النهاردة عضيت ايه ليه ما علي ليه? لأ عشان خلاص اختي تعبت. جالها اه تعبت وجالها قرع في اخوزهم كده. فمش قد تستحمل كل ده. ماشي. احنا احنا عينين معها بقى بكل بس برضو يعني. ما اربعة وخمسين سنة يعني خلاص بيخلص بيسلم نمر. افنجل? اربعة وخمسين سنة ده بيسلم نمر بقى خلاص. نا بس هو كويس يعني صحيته كويسة. صحيته حديد يعني. ام. يقدر اشتغل ايه طيب في نظرك? والله هو اه ضح مشاريع في القاهرة. اه وبقى يعني خدمها مرتبات كويسة قعد اربع شهور بعد كده قعد. طب هو. خلاصة في مشاريع تاني حنقولك. هو قعد كسلان ولا حالة نفسية مريضة? والله مش عارفة والله اقول لحضرك ايه ما عرفش. مريضة? واتكلمت خليت معا كتير وما فيش فايدة. تمام تمام. ام. شكرا جزيلا لي. طبعا طبعا انا يعني انا مش عاوز اكلم اه اكلم اه تاني. اصل اصلا لما قلت ايه ان احنا احيانا بنعمل مشروع تسمين لبعض شبابنا. رحت بعض المواقع كاتبة ايه? الشيخ الجندي يهاجم شبابنا. الشيخ الجندي يهاجم الشباب. هاجلت الشباب في ايه? انا بقول بعض الشباب مش عاوز يشتغل. معظم شبابنا بخير ونعمة وفضل وكرم. انما بعض المواقع رحت عامل الخبر كده. زي ما بقول لكم. صديقوا او لا تصديقوا. الشيخ الجندي يواصل هجومه على شباب مصر. شباب مصر. انا بقول لشباب مصر اشتغل يا شباب مصر. بس. لا اكتر ولا اقل. انما ههاجم الشباب ازاي? طيب ما انا شباب. انا واحد من الشباب اهو. انا هاجمت الشباب في حاجة ههاجم نفسي. ما انا شباب. اللي مش عاجبه مش عاجبه. فمعقول ان احنا هنهاجم الشباب كلام غير منطقي على الاطلاق. احنا بنتكلم على الاب والام لو قعدوا الولد زي البطة. عارف البطة? ممكن ولده ام يقعد ابنه زي البطة. الكلام ده مش لكل الشباب. شبابنا بخير. شبابنا جميل. شبابنا لذيذ. شباب نا ظريف. شبابنا امور. شبابنا حليوة. خلاص? احنا بتكلم على بعض الشباب الوحشين. اللي مش كويسين. عشان ما تقولش ايه بيهاجم الشباب. فانا بقول بعض الشباب مش يعني الهليهم بيربوهم زي البطة. مشروع تسمين. قاعد كاك كاك ترون امه تزغطه. امه تزغطه. اول ما الواد يتزغط. هتبقى النتيجة نتيجة مؤسفة. الولد هيكبر. ما ما بيشتاق يعني هيعمل مش هيشتغل. هيشتغل ليه? العربية موجودة. احنا شفنا كارسة مبارح. للأسف الشديد اللي انا انا بكيت فيها عنها والله غزبن عني. انا بكيت بجد. لانه الاب والام دول حاجة كبيرة قوي. بس في النهاية الاب والام لما يوفروا للابن كل حاجة. الابن ده وفره هتبقى نعمة. الواد حتبقى ايده خضرة. الواد ما هواش بتاع الشغل بقى ما هو. ماما جابت له العربية. ماما جابت له العيادة. ماما جابت له العمل. ماما جابت له الشقة. طب هو لو اتجاوز ده هيعمل ايه مع زوجته. يعني برضو سؤال يعني ما خلاص هيبقى لايت. راجل لايت. فعن؟ ده كلام مش كويس. ده كلام في منتها الخطورة ده كلام مش هينفع معاه اي حاجة خالص يعني. تمام والله ماينفع معاه اي حاجة. ولا عزوم التوازير الثقافة بتاعت الجنباري بتاعت اسكندرية ولا حينفع اي حاجة فيش اي حاجة تنفع على فوسفور حينفع ولا سمك حيشفع انما تعالى حضرتك شوف المسل جيد عشان افتح شهيتكم لحاجة جميلة يعني واحدة بتقول باعتالي رسالة بتقول انت تكلمت يا شيخ عن معاملة الابناء للامهات انا اخويا قال لامي انت مش هتموتي يعني الولد بيقول لها كفابة زهتين والله الرسالة جات لنباري حب انه هلق انتش هتموتي واخويا التاني رفع اعزك الله الجزمة في وشها في وش والدته وقال لها انت على الجزمة دي برغم انها ربتهم احلى تربية واحنا البنات اللي بنودها ونفسينا ندي لها كل حاجة والله يا شيخ مثل لا اصدقه قديني بنقول لكم الرسالة زي ما هي انا يعني 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 ده كلام فوق خيالي بقى خلاص يعني بدأ تقريبا بعض المشاهدين يتحدوا مخي واحدة تانية بعدها بتقول صدقت يا شيخ خالد فيما قلت انا عندي تلت شباب اسمعوا المثل ده عشان ده مهم قوي اتنين باكالوريوس تجارة واحد مهندس اتنين باكالوريوس تجارة واحد مهندس اخواتا وبدأوا حياتهم بعد التخرج عتلين شيلين زي ما انا ما بدأت حياتي كده ما قلتش بقى ازاي انا راجل موهيلات انا راجل ده انا معايا مفيش اشتغل كل حاجة بس المهم بتاكل حلال وتعرق العمل مش عيب العمل حق العمل شرف العمل واجب فاختنا بعدها بتقول ان اخواتي بدأوا حياتي التلت شباب وتلت اتنين باكالوريوس تجارة واحد مهندس بدأوا حياتهم بعد التخرج عتلين في شركات ومندوبين مبيعات النهاردة واحد نائب مدير بنك استثماري والتاني محاسب له مركزه في شركة كبيرة والمهندس بيشتغل في شركة من اكبر الشركات العالمية اللهم صلى على النبي هم دول اللي بيسدوا تشتغل وتعرق انما ما تقولش بقى اصلي مركزي اصلي علتي اصلي اسمي الايد الناعمة فاكر الفيلم بتاع الايد الناعمة انت حر